اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وبعد حيكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أردنا في هذا الليب تدخل ومحاولة مننا أن نعرج على بعض النقاط ونذكر إخواننا نذكر أنفسنا وإخواننا المستقين لعل الله تجد صدى لدى نفوسهم وتتصالح الأمور وتتصالح الأنفس وتعود المياه إلى مجارها وبعد أولا نتمنى الشفاء العاجل لأخينا ظهير الشفاء العاجل إن شاء الله نقوله لطهورا إن شاء الله في الحقيقة أردنا ولاية كمسيلة الذي من هذا المنبر نحي المنسق الولائي مفتاح نبار والأخ مهنعلي والأخ يوسفي فاتح وكل أعضاء المكتب الولائي كما لا ننسى أن نحي رجال الشرفاء رجال المكتب الوطني على رأسهم سيد كمال بوزغزاء وكل أعضاء المكتب الوطني كل منسقين الولايات وكل منسقين البلديات وكل المستقين الأحرار أينما وجدوا وجدوا من الحدادة إلى الحدادة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وبعد الرجال في الحقيقة من يعرف قيمة الرجال إلا الرجال لأن الرجال يعرفون الرجال بأماناتهم بصدقهم بوفائهم للقضية للقضية بإخلاصهم بالدفاع عن حقوق المستضعفين من أيتام وأرامل ومستضعفين مستضعفين هذه هي الرسالة التي بدأت منذ 2016 إلى يومنا هذا هذا الناس بذلوا قصار ما يملكون من الجهد والقوة من أجل إسمع صوت هذه الفئة وإصالها إلى الجهات المعنية وهم بذلك لا يتقاضون عليها أدنى أجر بهذه الدنيا ولا تمنى أن يكون أجرهم عند الله أحسن وأفضل لأن هذا هو الأصل في الحقيقة والرجال هذو لا يعرفونهم السفهاء أو الأمذال أو أراذلة القوم لأن هذه الصفات لا يمكن أن تعرف الرجال هذه هذه الفئات أو هذه الصفات التي ذكرتها التي تنهق هنا وهناك الكلاب أعزكم الله وأعزكم من يستمع إلينا تنهق هنا وتنبح هنا وهناك وتنهش في أعراض إخوانهم يعني في الحقيقة نتمنى أن يهدينا الله لأن في الحقيقة المنظمة الوطنية وأعضائها ما همش خاصين الشيء اللي رهما يقدموه وأيضا الناس اللي رهما يقول لابد أن نحاسبهم نحاسبهم من أنت من أنت تقول أنت يالي تتحاسب الإنسان مسبل نفسه معرض نفسه للخطر معرض نفسه للأذاء سواء كان الأذاء لفظي أو معنوي أو مادي معرض نفسه لاستفزاز معرض نفسه لجميع المخاطر من أنت الذي تحاسبه هذا الناس هم طوعين ما طوعين همش يدعوا المهام التاح هم هذه أجر لكي تتحاسبهم من تا يا من تتبجح في كلامك ها تتبجح في كلامك ولا تدري ما تعي أو ما تقوله إذن شيء اللي حبيت نقوله أنا في هذه هذه العجالة أو في نهاية 2023 يعني هذا المكتب الوطني هذا أدم عليه قدم الشيء الذي لا يستطيع أصحاب الأفواء هذه المفتوحة اللي راح تهدر هنا والهيه أن تقدم شيئا لهذه الفئة إلا الكلام الزائد والكلام البريء فقط هذا اللي يستطيعون أن يقدمون أما الرجال الأوفياء والمخلصين فأدوا كل ما عليهم هم مشكرون من هذا الباب وارب شاء الله يجعل المسحة تاحهم فوزا في الآخرة إن شاء الله أردنا يعني أن نقول أن هذا النضال الذي دام سبع سنوات يعني هو نضال عن هذه الفئة التي كانت لا تعلم شيئا لم يكن الدايرة في حسابها بل لأنه يجي يوم ويكون عندها حقوق والحقوق هذه معطرف اعترف بها من الهيئات العليا في البلاد هذا ديزويت بلسيس والثمنتاز زي السكة هذا اللي بفضل الرجال الشرفاء استطاعوا أن يدافع على هذه الفئة وأن يثبت حقوقها قانونيا قانونيا معطرف بها من الجهات المخولة للبلاد تبقى قضية كيفية تطبيق هذه القوانين تدخل في صلاحيات صلاحيات هؤلاء ولكننا نحن نتمنى أن تكون التسوياء عاجلا غير آجلا نتمنى إن شاء الله ندأت عن وجهه إلى سيد الرئيس تبقون نتمنى إن شاء الله يسوي هذه الفئة إن شاء الله فئة رب الأجل لأن هذه الفئة تضررت كثيرا هذه الفئة راح تعاني معاناة كبيرة جدا والنضال التاح هذا لدان سبع سنوات يعني حقيقة أن المدة هذه طالت ولكن لا ندري الأسباب الحقيقية اللي راه يتعرقل في تسوية هذا الملف نحن إن شاء الله يعني الشيء اللي حبيتنا يعني نقوله أنا حبيت بوجه ندائي إلى كل المستقيم كل المستقيم وكل المسؤولين التنظيمات الموجودة واللي الدفع على هذه العشرية الدفع على هذه الفئة يعني أنهم يوحدوا الكلمة توحيد الكلمة في المطالبة بالحقوق لأننا أرانا في المرحلة الأخيرة من مراحل النظال هذه المرحلة هذه لم يتبقى لها سوى ستة أشهر لانتهاء مهام الرئيس يعني نحن في هذه الفترة هذه لابد علينا أننا ننسى الخلافات لره بيناتنا ونسمع إلى أنه وإذا كانت هناك كان هناك وقفة لازم الجميع يتضامن لأن الناس هذا ما يظنون نفسهم بل أنهم راحوا دفعوا الملفات التاحهم وخلاص رأى التسوية الجاية رأى غالطين الناس هذه رأى غالطة في حسابها لأن الناس هذه راح الدفع تدفع دون أن تعلم على أي شيء راح تدفع خاصة الفئة المسكينة لا تدري أو لا تعلم شيئا مما يحدث ولهذا قلنا بالله هذا الورقة اللي راح يخرجوها تخص الموظفين وأي موظفين لازم يكون موظف عالي باش يروح يستخرج هذا الشهد شهد عدم تقاضي المعاشة الأسكر لهذا نطلب من جميع المستقيم أنهم ما يديروش في بالهم أن هذا الملف اللي دفعوه مدام راح الشاك موجود في الملف معناها تسوية قائمة أنا نقولكم من هذا الباب اللي راح دير في نفسه اللي راح هذه التسوية أنا نقول له أنها ليست تسوية ولازم يدير في نفسه ويستعد مع إخوانه في أي لحظة نرى نستنعو ونرى ننتظر ممكن يكون الفرج في هذه الأيام القديمة وإحنا الأمل تعنى في ربي سبحانه وتعالى العبد هذا ما عنده ما يدير العبد هذا راح سبب برك الأمل تعنى ديما راح ندير على ربي سبحانه وتعالى لرب يقدر ويسر الأمورات ويحقق الأمان بتاع هذا الفئة لأن العبد كما قلنا ما هو إلا سبب برك لهذا نحن ندعو ونقول كما قال الأخ تعسعيدة منصق وليك سعيدة من هذا المنبر نجهل التحية تتاعي يعني قال كلمة زينة قالكم مجمعة باللي لازم ننساو خلافة تتاعنا سوى كنا سوى كانت الجمعية ولا التنظيم التنسيقية ولا في المجلس ولا يعني ننساو هذه الخلافات ونتحد كلمة واحدة واشي هي حول مطالبة بتسوية يعني تسوية بتاع هذا الفئة لأن هذا هو المبتاقة تاعنا وهذا هو الهدف تاعنا الهدف تاعنا مع أنه حتى هدف آخر غير تسوية ملف المستقبل هذا اللي نأمله إن شاء الله ونجمنوه إذن لازم ننساو الخلافات ننساو النزاعات ننساو الشجار هذا اللي رأى قائم بين هذه الفئات والتحت لأنه لأننا قتلنا في فرصة جمعة وليزم ننظروا إلى الأمام ونكون خط وتراجل واحد ونوقف موقف واحد وخلاص وصلنا إلى الحد اللي ما نشرح نتراجع فيه إلى الوراء لازم لازم نوقف على حقوقنا حتى التسوية هذا هو الشيء وهذا الحاجة اللي رأنا نسعى لها وراهي تسعى لها جميع الفئات وجميع التنظيمات كل تنظيم كفاه طريقة العمل التعرف في الميدان هذه ما نختلف مع أي تنظيم نحن نحك عن تنظيم منظمة وطنية لجنود الاستقاق في إطار تعبي أثنى تسعين تسعين بقياد السيد كمال بوسغزا عنا تنظيم على الولايات عنا طريقة عمل عنا طريقة التشاور عنا طريقة عمل عنا طريقة تنظيم يعني الحمد لله ولكن نحن نطلب إخواننا أننا نتضافر الجهود حتى تضافر الجهود والمستق هذا لقاس مستقبي دائما يجي يستقبيه ويمر عليه هذه حاجة رحي تخص أيها المستقبي وما تدرش حسابك بالله لما ضحكوا عليك وقالوا لك هذه هي التسوية صدقتهم هذه ليست التسوية ونقول لها للمرة الألف أنها ليست التسوية التي تظنها أيها المستقبي لازم تفطن وتستعد لما هو قادم باش تحقق التسوية الحقيقية من تحك اللي رانا ننتظرها وينتظرها كل مستقبي إذن نتمنى أننا تتصافى القلوب ونساو الخلافات ونحن الدنيا هذه مكان ولا أجمع ونتحد في رأي واحد ونمش في طريق واحد حق التسوية بتاعنا إن شاء الله ومن بعد واحد ما هو راح يريح مع واحد ولا راح ترقب واحد إلى كلمة طيبة أو خصال حميدة لدخل تجمع الناس فقط لأن تجمع أنه تسوية وكل إنسان من بعد راح في داره لا واحد راح يحكم عليك حاجة ولا يقودك بالسيف ولا لأن هذا الشيء هذا اللي راح يجمعنا هي شيء واحد وهو تسوية ملف المستقين أو هذه الفئة 92 96 إن شاء الله وتصل إلى حتى الفئات الأخرى إلى 2011 إن شاء الله لحكمة قانون حالة الطوارئ الطوارئ لهذا إحنا إن شاء الله نتمنى من الرجال الأوفية هذو أننا نشجعوه نقف إلى جانبهم إذا ما كان لدينا باش نشجعوهم ماديا نشجعوهم بالكلمة الطيبة تخلى الأشياء المشمليحة هذه اللي راني نشوف فيها والنقاشات العقيمة والجدال ومعلك ليش لا تحدث في هذا الفضاء الأزرق لأن كان الناس حابة هذه الفئة حابة تشتتها وحابة ما تتحصش على الحق فتاحها نحن لا ندري لماذا لهذا يجب على كل المستقيم أن يعي أنه إذا تخلى عن الحق تاعه هذا وما دفعش عليه مستحيل باش يجي شخص آخر راح يدفع حسابك لأنك أنت مسؤول عن أسرتك إذا ما نطش وما راح تش خدمت ما تنتظرش أنه يجي واحد يجي يجيب لك الأكل لولادك ويجيب لك الملبس لولادك ويجيب لك الشرب لأولادك إلى غير ذلك تستناش مثل هذا المسألة التي تتسوية بتنتظرش باللي جيناس أخرى باش تتحقق لك التسوية تتعك تنه في حسابك لأنه راح كأن أشخاص تعمل على تفتيت وتفكيك هذه الفئة ليلة النهر راح تنشط وراح تنشط مع عناصر في هذه الفئة اللي يستطاعوا أنهم يجذبوهم لهم ويدورهم عملاء باش يخلقوا الفوضى والبلبلة في أوسات هذا الفئة ولهذا نحن يرانا كبار ووعيين إن شاء الله على ربي نسمعوا لهذه المسؤولين تواعنا بساكن اللي يراهم طوعوا في سبيل الله وتحملوا الأمانة يعني إن شاء الله ربي إن شاء الله يجعلها في مزا الحسن تبتحها إن شاء الله ونتمنى من إخواني أنهم يسمعوا الناس هذا وإحنا إن شاء الله ما نسحبين غير التسوية فقط مع لذلك غرض آخر غير التسوية إن شاء الله وربي إن شاء الله يوفقنا من هذا تحقيق هذا الأمل اللي طال أو ره طال لمدة سبع السنوات إن شاء الله نتمنى رغم أن كلمة التمني هذه أصبحت غير مجدية إحنا إن شاء الله نطلب من سيد الرئيس أنه ينظر إلى هذه الفئة وما وش ينظر لها بعين ينظر لها بشفقة ولا ينظر لها أنها بالأمس كانت في الميدان وقدمت لنزم اليوم أيضا المسؤولين يقدموا لها يقدموا لها الشيء اللي قد ماتوا بالأمس ويعترفوا بها ويعترفوا بحقوقها كاملة وفي أقرب الأجر إن شاء الله يا رب العالمين وفي الختام نتمنى إن شاء الله أننا وصلنا الشيء اللي حبي نقوله لأننا ما عندناش هنا إضافات أخرى ولا نقولك شميع مستجدات أخرى وإنما دائما إن شاء الله نذكروا إخواننا نذكروا أنفتنا وإخواننا إن شاء الله وإن شاء الله لنا ناس كبار وديما إن شاء الله نتابعوا الأحسن فالأحسن إن شاء الله وربي قدرنا إن شاء الله دائما إلى عمل خير وقدر للناس اللي راهم تحمل هذا الأمان إن شاء الله إن شاء الله ويعطي لهم ربي روح الصبر إن شاء الله ويبعد عليهم الأذى إن شاء الله وربي يغفرنا ذنوبنا إن شاء الله وفي الختام إن شاء الله يتمنى أننا وصلنا المساس أو الرسالة تعنا هذه ونطلب إخواننا أننا نطولنا عليهم ولا تقنع عليهم ولا كشمونا معاهم لسلحونا وأقول لكم استودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه على أمل أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله إلا اكتبنا رب إلا اكتبنا الله اكتبنا إن شاء الله يوم آخر إن شاء الله نلتقي به إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته